ينضم إلينا من عدن مراسلنا يسين رضوان ومن واشنطن مراسلتنا أمينة سريري أبدأ معك يسين لنتحدث عن حركة الملاحة في البحر الأحمر وآخر المواقف الحوثية هناك نعم سامي آخر المواقف الحوثية جاءت عبر تصريحات لعدد من قيادات الحوثيين ممثلة بالناطق الرسمي للحوثيين محمد عبد السلام وأكد بأن البحر مغلق أمام السفن وبالتحديد باب المندب والبحر الأحمر مغلق أمام السفن الإسرائيلية أو من لها علاقات أو علاقة بها وأكد أنهم سيستمرون باستهداف أي سفن وطمأنوا أيضا برسائل ومذكرات رسمية عبر وزارة خارجية الحوثي الدول والمنظمات وأيضا منظمات العمل في هذه المنطقة والعالم بشكل كامل حسب ما أتوا به بمذكرتهم بأنهم لن تكون هناك استهدافات للسفن الأخرى باستثناء السفن الإسرائيلية وحددوها بشكل واضح وقالوا أن هذا الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والدول المشتركة في التحالف إنما يأتي خدمة وحماية لإسرائيل بشكل خاص وأيضا هناك تصريحات كثيرة رفضت هذه القوة البحرية أو قوة 153 المشكلة وتوسعتها وأيضا هناك تحركات في القانب اليمني وقانب المسؤولين اليمنيين حيث قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك عضو المجلس الرئاسي بزيارة إلى باب المندب وكذلك إلى جزيرة ميون هذه الجزيرة الحيوية التي تشرف على مناطق البحر الأحمر بشكل عام وخليج عدن بشكل خاص وقالوا أنهم مستعدون للاشتراك بهذا الحلف الجديد إذا ما تم استدعاؤهم أو إذا ما تم طلبهم بشكل واضح وأيضا قامت القوات حراس الجمهورية برئاسة طارق صالح باستعراض عسكري في هذه المنطقة لكن هناك أيضا تداعيات على المستويات الخدمية وهناك تخوفات في الشارع اليمني من غلاء أسعار السلع وكذلك أيضا هناك بعض المصادر تتحدث عن ارتفاع ربما نسبة بسيطة في أسعار المشتقات النفطية وأيضا هناك تخوفات من تهديد العملية السياسية التي يجري الآن إضفاء اللمسات الأخيرة لتنتهي الحرب في اليمن بعد تسع سنوات سامي شكرا جزيلا لك مرسلنا ياسين الرضوان من عدن وأذهب لأمينة سريري أمينة في آخر الأنباء يبدو أن الخارجية الأمريكية ترحب بالطلاع الصين بدور بناء في محاولة لمنع هجمات الحوثيين على حركة الملاحة الدولية ماذا نقرأ في هذا الخبر والتعويل الأمريكي على بكين نعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سبق وقال بأن مسؤولية حماية التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر هي مسؤولية دولية كانت جهود خلال الأيام القليلة الماضية لضم عدد أكبر من الدول إلى التحالف الذي أعلن عنه لويد أوستن الذي يضم عشر دول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية كانت هناك تساؤلات بخصوص بعض الدول ما إذا كانت ستشارك في هذا التحالف أم لا بما في ذلك الصين حتى هذه اللحظة لم تعلن الصين انضمامها بالفعل لا هي ولا دول أخرى إلى هذا التحالف لكن كانت هناك تصريحات قبل قليل لليويد أوستن قال فيها أن الدول التي ستشارك في حماية هذا الخط المهم لخط التجارة الدولية في البحر الأحمر هي دول ستكون ملتزمة بحماية التجارة الدولية بشكل عام لأن ما بين 10 إلى 15% من التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر وستكون هناك تدعيات حتى في قرار الشركات الدولية لتغيير هذا الخط عبر المرور عن طريق رجاء الصالح هناك أيام إضافية إن لم تكن أسابيع بالتالي ستكون تكلفة عالية على هذه الشركات مما يعني ستكون هناك خسائر وأيضا ارتفاع تكلفة حتى على مستهلكين في بعض الدول بالتالي هذا الحل على الأقل لتنظيم هذا التحالف هو حل آني حتى هذه اللحظة لكنه ضروري برأي الإدارة الأمريكية التي تعتبر هذه التدعيات أو هذه الهجوم الذي يشنه الحوثيون والذي رصدت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 100 على الأقل حتى هذه اللحظة من خلال طائرات بدون طيار وصواريخ باليستية أحدى تدعيات الصراع التي لطالما نددت منذ اليوم الأول لأنه لا يجب أن يخرج من نطاق إسرائيل وحركة حماس في غزة هل ستنضم دول أخرى إلى هذا التحالف؟ عدد من المصادر داخل الإدارة تقول أنها تعول على دخول عدد من دولها